سيفن هوكينغ قال يمكن أن يكون إنشاء ذكاء الاصطناعي أعظم حدث في تاريخ البشرية ولكنه يمكن أيضا أن يكون الحدث الأخير إلى أي مدى ترى بأنه يمكن لهذه الروبطات فيما بعد أن تشطب الكائن من الخريطة الكونية الكائن الإنساني يعني الإنسان من الخريطة الكونية الحقيقة لا يوجد جواب مباشر أو بسيط على الموضوع لأنه محل نقاش واسع على جميع المستويات لكن في العموم جميع التقنيات التي كانت محل نقاش في التاريخ مثل الديناميت والطاقة النووية والإنترنت حتى هناك وجهان جيد وسيء وما يحدد ذلك هو الاستخدامات والأخلاقيات والتشريعات المرافقة لكن ما يميز الذكاء الصنعي حقيقة عن التقنيات السابقة أن التقنية نفسها وتسارعها ليس برمته في تحكم البشرية وهو الذي فاجأ الخبراء والمبتكرون الذين يعملون بالذكاء الصنعي التوليدي في الأشهر الماضية الذكاء الصنعي مع الوقت سيزداد استقلالية وبالتالي هناك احتمال قائم بأن يخرج الموضوع من تحكم البشرية ربما التهديد ليس بالشكل السينمائي الذي يتصوره المرء أو الإعلام بشكل عام عن حدوث انقلاب على الحضارة البشرية لكن يتمثل بمخاطر عسكرية واقتصادية وأمنية نتيجة فعالية ولكن حتى اللحظة ألا ترى بأنه يعني ربما الإنسان يتفوق على هذه الروبوتات بأنه هو ليس البني آدم يعني ليس عبارة عن عملية حسابية أو مجموعة معلومات أو أرقام إنما هو يدرك بعقله يحس بوجدانه يجمع الفعلين بواسطة الوعي الإنساني وبالتالي هذا يجعله يتميز على هذه الروبوتات والأهم أن هناك نظام بيولوجي يخضع لعدة مسارات نفسية جسدية ومعنوية أيضا موضوع المشاعر أو الإحساس بالآخر الموضوع أيضا قد يكون سيء وقد يكون جيد حسب حالات الاستخدام وحسب الموقع الذي يستثمر فيه زكاء الصنعي حقيقة حتى اليوم نستطيع القول أن الموضوع بمازال البشر متفوقون على الروبوتات طبعا لكن التسارع الشديد الذي يحصل اليوم يقرأ ناقوس الخطر أنه يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين يثنوا هالبشر ليس فقط في استخدام الزكاء الصنعي لكن أيضا في تطويره وابتكاره وهو الأمر المحوري جدا والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار اشتركوا في القناة